السلام عليكم قصة عجيبة رواها لي الدكتور عثمان مكاسي صديقي ونحن خارجون من المسجد هذه القصة أريد أن أقلع لكم لأن فيها عبرة عظيمة يقول الدكتور عثمان وهو بلغ تجاوز السبعين من العمر يقول قبل أكثر من ستين سنة كنت برفقة والدي ذاهبين لزيارات عمتي وبيت أهل الدكتور عثمان في حلب القديمة قرب قلعة حلب وبيت عمته في الأحيان المجاورة وهناك في حلب القديمة يعرف أهل حلب هذا الأمر أزقة ضيقة والحارات تنفذ إلى بعضها عن طريق هذه الأزقة يقول مضينا في الطريق وقبل النص البيت عمتي وفي منطقة قريبة من باب طاكي يعرف أهل حلب المنطقة يضيق الزقاق في أحد الأزقة فعندما ضاف الزقاق وجدنا بهذه النقطة رجلين رجل ثلاثين وآخر ستين ووجدنا منظر يعني فزع له والدي وجدنا الثلاثين يضع الستين فيه يحشره في زاوية وينهال عليه ضربا غضب والدي من هذا المنظر فقال للثلاثين اترك هذا الرجل لماذا تضربه وهو بعمر والدك التفت إليه الثلاثين وسب والد الدكتور عثمان فعندها غضب الدكتور عثمان ليس غضبا لنفسه بل غضبا لهذا الفعل وكان قوي البنية فأمسك الثلاثين وطرحه أرضا عندها نطق الستين وقال له اتركه يا شيخ والله إنني أنتظر هذه العقوبة منذ زمان قبل ثلاثين عاما وفي هذه النقطة اختلفت أنا ووالدي فضربت والدي في نفس هذه النقطة وحشرته في نفس هذه الزاوية واليوم أنا ألقى جزائي انتهت قصة الدكتور عثمان قصة فعلا معبرة ولا تحتاج لتعليق العقوق ذنب عظيم جدا جدا وذنب ينال العاق فيه عقوبته في الدنيا قبل الآخرة ويدفع ثمن عقوبته من جنس عمله وبأضعاف وضعه لذلك ننصح شبابنا أن يتقوا الله في أبائهم وأن يتقوا الله في أنفسهم لأن البر قصة تكتبها أنت ويرويها أبنائك وبالعكس العقوق قصة تكتبها أنت ويرويها أبنائك أيضا فاختر نهاية قصتك كما تشاء أرجو أن تكون قد أعجبتكم هذه القصة أرجو الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو الاشتراك في القناة